ركز بقى معايا كده كويس وهاتكوا بقية الشاي وتعالى عشان الجولة دي هي واحدة من اصعب جولات الموسم ازاكوا شباب واهلا بيكم في حلقة جديدة من حطاها في الجول يا دياء والفانتسي معها في الجول ليه الجولة اللي جاية هي واحدة من اصعب جولات الموسم لان ببساطة ما فيش ماتشاط انت تتعلم الجولة الجاية اربع ماتشاط بس موجودين من عشرة اتناشر فريق مش موجودين الصعوبة او دايما التفكير اللي انت بتروح له ان انا ما بلاقيش عندي لعيبة كافية فبدور عشان اجيب لعيبة كافية فما متلاقيش حد تشتريه فبتعمل ايه بتروح للعيبة ممكن ما تكونش مرضيها ليك في العالي وتشتريها حتى لو تشتريها بماينوس تعمل ماينوس فور ماينوس ايت مهم ان انا بنفتح فريقي على احداشر لعيب موجودين قدامي وهما دولا هلعب بيه تيجي الجولة تبدأ تلاقي بما يجيبوش نقط تعمل ايه ترجع تقول انا ما باش عارف اجيب نقط انا باتخزوة انا مش عارف بيحصل لي ايه ما هو عشان اللعبة دي اصلا نفسها ممكن ما يكونش ليها لازمة الحلقة المهاردة هنتكلم فيها عن ابرز الخيارات في التامن فرق اللي هلعبه في الجولة دي فريق فريهت لو انت بناس هتلعب فريهت وتعالي ان بقى دايما زينا ابدأ كل مرة بفقرة محصوز ومنحوس منحوس الجولة دي وهو منحوس بلقى ثلاثة اربع جولات بصراحة هو رافينيا رافينيا من ليتزيونيتد طالع بقى سيست في اخر دية ولكن في الحياة اللي حصل جول ماتش ان هو حدت كرة في القائد وحدت كرة في العرضة صنع انفراد تام لبانفورد وبانفورد ضيعه صنع كرة لجيمس وجيمس جابها جون بس الحصبت اوف سايد والنها حتى انا المحظوز مش هقول لعيب معايل ولكن اللي كان عنده كودي ومواصقش فيه وحطه على الدكة وانزلوا فده اجيب محظوز جدا لانتو حط لعيب على الدكة اربعتاشر نقطة جون وكلينشيت وتلاتة بونس خد انزار اهو بس اخدت تلاتة بونس اربعتاشر نقطة كاملين هينزلوك مرة واحدة من عددكة نحمل ايه بقى في الجولة اللي جاية دي يا عم ضياء اولا اخي تعمل ايه بص يا صديقي احنا عندنا في الجولة دي كلها على بعد تمن فرق وفيه تمن الجولات بعد كده فيهم ضبلات وبلانكات وتشبات عايزين يلعبها وموضوعنا كبير قوي فخليني اقول لك كده ببساطة ان انت لو عندك تمن او تسع لعيبة موجودين ما تخطرش اصلا بانت روح تعمل مينوس وممكن في وقت منات اصلا تحتفظ بالتغيير كمان وتدخل ما بعد التاقف الدولي معك تغيرين انت عارف اصابات التاقف الدولي واللي بيحصل فيه كله فتدخل بتغيرين تعمل حتى مينوس فور وتعمل تلات تغيرات ساعتها هتصبت لك الفرق طب لو انا عندي اقل من كده انا عندي خمسة وستة لعيبة اروح هلعب الفري هت لأ في العصة دي الموضوع يبقى مختلف يعني اه لو عندك تلاتة او اربعة فانت يعني انت مفاكش في الامل خلاص لازم تلعب الفري هت لكن خمسة ستة تقدر حتى بماينوس فور في الحالة دي تزقوهم من ثمانية وتممشي على سن انت تجيب الناس اللي هي ما ينفعش ما يكونوش في فريقك وهنتكلم عنهم دلوقتي ولكن انت بقى انت مقامل نفسك جاي بالمينموم بتاع الموضوع لك تبقى لا خسرت ولا اكسبت ويمكن حد فيهم يضرب معك فتكسب لكن لو انت في الواضح ده انا في رأي ان انت مش لازم تروح تلعب الفري هت بالذات لو هي الفري هت الاخيرة ليه لان انت عندك دابل كبير في الجولة تلاتة وتلاتين دابل كبير في الجولة ستة وتلاتين وهتهم بنش بوست لو هلسة معك وفي التانية اعتقد حاجة الفري هت لو انت قريب استعملت وبالتالي اكبر قدر ممكن من النقط وساعتها في الجولات الاخيرة الرانك اللي انت بتاخده بتلحق تحتفظ بيه ما بيبقاش في فرصة كبيرة ان انت يتعمل عليك وتخسر الرانك اللي انت موجود فيه انا لو تسألني انا هعمل ايه انا عندي دلوقتي في الملعب موجودين تسعة لعيبة لقوا خرجوا من الجولة تسعة وعشرين بقيتها للاخر سلام هكمل بيهم زي ما هم مش هعمل اي تغيير وهدخل الجولة بعد كده واحد وتلاتين معاه تغييرين عشان اللي قلت لك عليه بعد كده. طيب لو انا ديقو عايز اعمل تغيير او افكر في لعيبة تنفعني حتى بعدين او افكر في لعيبة برا الصندوق او اي حاجة من الكلام ده. خلينا اقولك ان انت كده كده في لعبة موجودة قريدي يعني انت اقولنا من الجولة اللي فاتت انت بتختار يا كينيا سونو. واحد فيهم. عندك دهرت يوكليسوفسكي من توتنهم بتختار واحد منه. كده كده كلنا عندنا يا سا يا كودي يا سايس يا ايت نوري يا كلمن كلنا عندنا واحد من الفرهامتون. اغلبنا عنده خيمينيز. ففيه حاجات كده سوابت وانت لو انت ما تحضر من قبل كده ومعايا موجود. هتبعرفين انا بنحضر للكلام ده من بدري عشان نتفادى ضرر جولة البلانك. لبرا الناس المعروفة دي مين ممكن نروح له? عندك لعب زي سعيد بن رحمة. دفاع توترهم مش افضل حاجة. سعيد بن رحمة رجع اساسي تاني مع اسابة جارب بوين. فلو هو مكمل وغايب هيبقى موجود اساسي. اخر ماتشين كان فايا وعمل اتنين اسيست. لاحة تاني عندك وهو هيرفي بورنز. هيرفي بورنز ده مش بس لعب هيفيدك في الجولة اللي جاية. لا ده هيفيدك على مرة طويل. لان لستر سيتي مازال مؤجله طلب ماتشوت. هيلعب تلاتة دابل من الجولة تلاتة وتلاتين لتمانية وتلاتين. هو احلى لعب في لستر سيتي في اخر ست جولات في الاهداف المتوقعة وفي صناعة الاهداف المتوقعة وفي الخطورة على الجن وبالتالي هو اللاعب الاول في لستر سيتي اللي ممكن تعتمد عليه. وحاجة اضافية كمان ان اغلب مشاكل برينتفورد بتيجي من الطرفين. وبالتالي هيرفي بورنز هو مرشح على الاول فرق في لستر سيتي لان انت ممكن تبص عليه. لعب تانية نفس الفرقة ممكن تبص عليه بنظرية الاجنحة هو ريكاردو برييرا الباك الليمين. برييرا احنا عارفين لما بيكون سليم دايما بيبقى خطر. مشكلته الاكبر هي غيابه بسبب الاصابة. مش هقدر اقول لك تجيب باتسون داكا او اياناتشو لاني الاتنين في غياب جيمي فاردي دايما بيبقى في روتيشن مستمر ما بينهم او قاب بتشوف ده او قاب بتشوف التاني فما مش حد فيهم تقدر باعتمد عليه بشكل نهائي. مادسون طبعا نظر لي موجود وان كان انا بالنسبالي بفضل دايما هيرفي بارنز لما بيكون سليم. عندنا ثلائي تاني بدع يظهر في برينفورد وهو كريستين ايريكسن وايفان توني. ايفان توني رجع يسجل تاني بعد ما حلق شعره قبل الحلقة كان جايب خمس تجوان في اتنين وعشرين موتش وبعد الحلقة جايب خمس تجوان في موتشين ايفان توني بيرجع تاني عشان يقدم مستويات مميزة مع برينفورد فترة عادي كل المهاجمين اللي بيخرجوا من الدرجة التانية او بيطلعهم درجة التانية اوقات كتيرة بنشوف هم عندهم مشاكلة وبعد كده بالوقت الدنيا بتبدأ تتحسن كمان وقدرته على صناعة اللاعب وزا هو بلعب في مكان مميز فالاتنين ممكن يكونوا مفوضين لبعض والاتنين سعرهم رخيص وبين ستة ونص واخمسة ونص فبالتالي الاتنين فرنج مقبول جدا تقدر تعتمد عليه كمان كلنا عارفين انه عندنا مشاكل واضحة في الكار السابتة وفي العرضيات بشكل عام يستقبل اربعتاشر جون من كرة سابتة بعيدا عن ضربات الجزاء وده اكتر في البريمير ليج بيستقبل الاهداف دي سناعة كمان لو انت مش قادر تجيب تمن رؤول خيمينيز وعايز تروح لحد ارخص فعندك تلاتة وان كان وانت بتشتريهم خلي بالك ان في نسبة مش قليلة بدرونيتو وابودنسي وهوانج خرج مصابر المبارة الاخيرة تقدر تتابع لو واحد فيهم غايب فالاتنين التانيين المفروض يكونوا موجودين او على الاقل هوانج بدرونيتو الاخير فيهم لو هو مش جاهز بالنسبة كاملة بالنسبة اللي هو تسأل لي فانا لو هروح لحد في الهجوم والفرهامتون او في مص الملعب مش هروح لحد في الناس دي خالص غير رؤول خيمينيز للامان ولكن دول لو تأكد غياب حد منهم في المؤتمر الصحفي قبل ما تشتقدر تروح للنحية التانية على طول طيب لو انا خلاص هلعب فريهت ولازم هلعب فريهت ما عنيش حاجة تانية فهقولك كده ان انت لازم يكون موجود معك اللعيبة اللي هي السابتة الاساسية عن كل الناس واحد من كين او سون زي ما قلنا دفاع من يفرهامتون دفاع من ارسنان الحاجة تلاقي اللي هاتزع عليك بس في نفس الوقت لازم يكون عندك اربع خمس خيارات مختلفين انت بتدعب فريهت في جولة فيها اربع مطشاب بس يبقى لازم تخرج من الصندوق عشان لو حد فيهم عمل حاجة كبيرة هيعليك انت كمان بدرجة اكبر والدريم تيم بتاعنا الاسبوء اللي فات قسر سبعين نقطة ولسه فيه لعيبة منه وهتلعب في الجولة التانية وهو هو دريم تيم في حرص المرمى رامس ديل من ارسنال هيلاعب اه استرنبيلا مطش صعب ويمكن كمان يستقبل جون ولكن عدد صداب بتاعته هيكون عالي اللاعب التاني والاول في خط الدفاع هو رومان سايس بيلعب ليدز يونيتد فرق عندها مشاكل كتيرة في الكورة السابتة وبالتالي انا هروح مع رومان سايس على اعتبار ان هو ممكن يطلع يختلف واحد على بماغه زي ما كودي خطف الموتش اللي فات. اللاعب التاني في خط الدفاع هو ريكاردو برييليا ليستر سيتي مع مشاكل برينتفورد الواضحة في الاطراف هيكون الخيار التاني الخيار التالت هو سيرجيو قدام وستهام اللي عنده مشاكل كتيرة في الناحية اليمين سواء من ناحية الباك او من ناحية الجناح ما حبيتش لنعمل من اي دفاع عشان ما يكونش في مخاطرة وزح ريسكة في كل حتة عشان تقدر توصل لأكبر عدد ممكن من النقطة. في نص الملعب نختار اربعة. الاول هو سون هيونج مين من توتنهام قصاد وستهام. والتاني هو سعيب بنرحمة من وستهام قصاد توتنهام اعتمادا على ان السرقين عندهم اهدف بالنفسة على المقاعد الاوروبية الاتنين دفاعهم عنده مشكلة والاتنين اقوية في الناحية الهجومية فممكن نشوف اهدف من الطرفين. اللاعب التالت هو بوكايوساكا من ارسنال اصاد اسطن فيلا. واللاعب الرابع هو هيردي بارنز وده اللي انا متوقع له ان هو يكون واحد من اللاعبة اللي ممكن تنفجر الجولة دي. من ليستر سيتي اصاد برينفورد هو اللاعب الابرس في ليستر سيتي بيلعب على الجناح اللي برينفورد عنده مشاكل كتيرة فيه ممكن نشوفه بيسجل او بيصنع وليلا الاتنين. وفي الهجوم اولا هاري كين اللاعب الاكسر توهجا في الدولة الانجليزية في اخير تلات اربع جولات بيقدم مستوى مميزة جدا مع توتن هامو من المتوقع ان هو يواصل هزي الرحلة كين هو هداه في دربيات لندن المعتاد. اللاعب التالي هو رؤول خيمينيز اصاد ليتز يونيتد. فليل عنده مشكلة واضحة في الناحية الدفاعية ويقدر ان هو يسجل فيه مرة تانية كمان لعدته ممكن تتكر ضربات جزاء وده اللي بينفزها رؤول خيمينيز. اللاعب الاخير هو ايفان توني من برينفورد اصاد ليستر سيتي. اعتناد على مشاكلهم في الكوار العرضية وفي الكوار السابتة وفي ايجادة ايفان توني للرأسية. فيش كوتينيو? فيش ماتيكاش? هو ريسك. يعني ماتش ارسنال ده في رأيي هو ماتش واحد سفر. واحد واحد ماكسيموم. فانا خبرت ان انا اراهن في فريت لو انا عفريت اراهن على الجام بتاع ارسنال ان الماتش غالبا يخلص. واحد سفر لارسنال او بالتالي يبقى استفدت من الناحة دي. بتقدر توزع رهانك تقدر توزع رهانك عادي جدا. بتقدر تشيل سعيد من رحمة وتحط كوتينيو. مسلا. بتقدر تشيل خيمينيز لو انت مش غسك فيه خالص وتحط ما كان كوتينيو. عايز تشيل واحد فيه ومتزوب ما تيكاش فوق في خط الدفاع براحتك. بس بنجاك العام انا قررت اخد الصف بتاع ان ارسنال ممكن يكسب واحد سفر. واخر حاجة معانا هي فقرة الكابتنة. فراي الكابتن الاول واللي اغلب الناس هتروح له هو هاريكين. اصد وست هام ده الخيار الاول اوصن اللي عندك فيهم هكون خيارك الاول للكابتنة. الاختيار التاني هيكون ساكة. ما بعد كده فهي كلها كلها اخيارات ريسك. انا بالنسبة لي اختار اسميني. الاسم الاول هو هادي بارمز من ليستر سيتي قصاد برينفورد. والاسم التاني هو ايفان توني من برينفورد قصاد ليستر سيتي. فوقع ان الاتين دولة تقلقوا واصاب بعض بشكل كبير جدا. ونشوف جواد من الناحية تاني. حلقة قصيرة طريق بالجول القصيرة اللي هي كلها على بعد اربع ماتشاط دي. ستاش تعمل لايك لو انت على في اسبوك. تعمل ريتويت لو انت على تويتر. وتعمل لايك وتسبسكرايب لو انت على يوتيوب. ونتقابل دايما ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. وسلام. موسيقى